السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنها اليوم شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة وشارككم خياتي وشاهم حوالكم شاء الله تكونوا كامل بأحسن الأحوال نرحب بالمشتركات التعلي الوفيات سواء من داخل الوطن ولا خارج الوطن نقول لكم أهلا وسهلا بكم نورتوا قناتكم وقناتي قناتك وزينت بنت القصبة اليوم خياتي عندنا روتين متنوع روتين رمضاني متنوع في حاجات بزاف ان شاء الله رحوا رايح يعجبكم المحتوى التعو عندنا طبخة عندنا ترتيب عندنا تنظيم عندنا طرق تقديم عندنا حبيت نشارككم هنا الغرفة تعوائل شكلها النهائي كي خملتها كيفاش خرجت انا رايحة نقترح عليكم حاجات بزاف بزاف يما لننصحكم تشوفوا الفيديو للأخير باش تكتشفوا المحتوى المتنوع تعوه هنا عندنا طاولة خفيفة ضريفة كي ما رايحوا تشوفو انا رايحة نقترح عليكم هكدا يا وجبة سهلة رايحة تندر في وقفة كي نقول لكم في وقفة على الصحفي وقفة خاصة السيدات العاملات اللي مساكن يلاحقوا دقيقة الخرانية ويكونوا هكدا يا مزروبات يجوا يتجاروا الله يحسن عنكم بس كي على بل الوقت راهو تعالى المغرب ديق وحدة جيمزنقة وحدة عيانة وزوجة رايحي لازم تحضر هدك الافطار للصائمين وليها هي تانية وولدتها نقول هراني حسها بك وربي إن شاء الله هيعطيك القدرة باش تكمل إشغالاتك سواء برا المنزل ولا داخل دارك ربي عينك إن شاء الله هنا أخياتي حبيت نشارككم شونبر اللي راكوا تشوفوا لهذا يا سومي كوفخي اللي راكوا تشوفوا فيه ولا البونك اللي فيه سومي كوفخي هذا تعوائل هذا كابيتوني اخترتوا باللون لقغي ولا شفيتوا ذاك نهاركي راح تانية القليعة قلتلكم راني اخترت اخترت الحاجات مي بالصح ما صورت ما وريد لكم هاوليك جا الوقت دوكاتيك باش نصور ونوري لكم منيما نقول هدك نشد هدك تليفون ونبدأ نصور والله يا خياتي غير الوقت ما كاش وخاصة بدأ هنا التحضيرات ع شهر رمضان مبارك والمسؤوليات بزاف بزاف ربي اعيني ويعينكم هدا ما كان شوفوا خياتي هنا يا هد سومي كوفخي التاعي في هدا يا سكراتش اللي راني رايح نحل به يعني ما شاء الله صوليد كي نقول لكم يعني صحيح كلمة صحيح حاجة قليلة نقول لكم كلمة بلاندي كي الناس بزاف يفهموها راه يتصح هد سومي حاجة بزاف بزاف ما شاء الله صوليد كي ما رايكوا تشوفوا فيه واش عجبني فيه تاني الداخل واسع راه رايح يرفض حاجة بزاف بزاف انا بعد ما مسحتو هكدا ينقيتو كامل من هدك لابوسيا حاجة بينا وعمرتو الداخل بدو زان وحدا يرفض تقول وزوج عندو هدك ليتساع يرفض الدنيا والحالة كي نقول لكم انا فرحني وحد الفرحة ما نحكي لكمش باسكو كبير الله يباركو نقص لي حاجة بزاف بزاف كنت حطتهم هكدا وهكدا تعرفوا نهار كامل وحنا نتشخنو حاجة من نايا وحاجة من نايا همال عمرتو كي ما هدك القلب كي ما مدار ينقول لكم اللي معمر بلهمهم ارفض كي ما رايكوا تشوفوا هكدا يراه ورافض الدنيا والحالة انا اخترتو كي ما راكوا تشوفوا بهاد اللون القري يعني كين الوان بزاف بزاف كين تعالي بنات كين تعالي ولاد بصح انا حبيت هاد اللون القري تاني تبدلت لهم ضربة جديدة هاي اللي خليتها تتنسف يعني هي تخلوها حكدا يا ربع سوايع يعني كأدنى حدركوا رايحين تخلوها ربع سوايع رايحة تتنسف وتولي لابس عليها هنا رانين في الرش في الكوات هنا كنت سبقتوا شاركتكم خياتي هاد الكوات اللي خدمتها لفرش لحرائر لكوات لأوسو هديك فيها زوج مخايد يعني هي دوب الفاص نقدر نديرها مننا ونقدر نديرها تانيت على الوجهة التانية كي ما راكوا تشوفوا فيها خرجت ما شاء الله هكدا يا كي ما راكوا تشوفوا درتها على هادا اللون البيض ومن تحتها تانيت عندها فيها هالغوش بزافو كامل شوفوا هادا كراست على البونك خياتي شحال شباب جاي كابيتوني هاد البناك كامل خياتي تلقاوهم في الحانوت تا أتا التقيق يعني زوروا القناة تتاحهم قناة أتا التقيق القليعة رايحين تشوفوا أشكال وأنواع ما شاء الله تا البناك كي ما قلت لكم حتى الألوان فيهم بزاف بزاف سوى الغوز لبنات ولا الباج ولا لقري ولا البلو المهم لاغر كي تروحو هكذا باش تختاروا لون أنا وحدة قاعدة ناخذها واش من لون واش من لون كامل شابين حتى تحيروا واش راكوا رايحين تخيروا درت هاد الزربية اللي راهي متناسقة مع هاداك ليستوغ اللي درتوزت هديك المخدة تانيت اللي من نفس من نفس الموديل ولا من نفس القماش كي ما راكوا تشوفوا خرجت بزاف بزاف شابة ومنها عندي هاد طابل دونوي اللي راكوا تشوفوا فيها هي تانيت جاية مغلفة بالقماش وفيها من فوق الزجاجة شوفوا لكواة كيفاش خرجت حتى الحجم تاع البونك الله يبارك راهو 90 على 190 راهو يعني بلاسة ونص ما شاء الله كبير ويرفد مليح مليح للكوتي هادا لي من هيك هديك الزاوية اني دارة فيها هاداك البيرو واخترت له هادا الفيوزة هادية خفيفة ضريفة سامبل هكدا بسكو هو من لي زاد ما بدلت لوش هديك الشامبرة التاعو اللي كانت عندو هيا قلت ندير له هكدا حاج شغل شوية شبابية معاره كبر الله يبارك ما حبيت لوش يقعد غير في هاداك ستيل كي ما كان صغير هاملك لدي تيغو غلي فيهم فيهم هاد اللي بواني اللي جايين باللون الفضي بزف هوا في البونك ومن الفوق جاي هاد زجاجة يعني فيهم بزف بزف شباب وصوليد سواء البونك ولا هاد طب دونو يعني هاي لح تلمسيح جايه سهله هكدا يجوز لها شوي لقت ولي تبري ما شاء الله هاوليك للشكل التحان شاء الله هتكون عجبتكم كي ما عجبتني وهدا التغيير البسيط يكون عجبكم إن شاء الله هاوليك كيفاش خرج حسيت هادوات شوية منعرف ولا توافقوني الري ولا لا حسيت هاشغلت بدلت حتى كنختاروا الألوان هذوك البهين رحي رايحة تعطي نفس جديد ونفس هكدا مختلف للبيت وراحي رايحة بتولي شاب خير وخير شوفوا هذيك الزربية تاني تكون تحطتها يقول نجبدها نديرها رايحة تخرج مع هذك الإسطوق قولوا لي في التعليقات خياتي وش رايكم في هدا التغير اللي درتو ولا أعجبكم ولا لا لا هاوليك كما أنا هذك راس البونك بزاف بزاف شباب خاصة هذوك الجناب اللي جايين هكدا يا خارجين جاي ما شاء الله الله العادي مغير بزاف بزاف شباب كما قلت لكم الألوان ولا غير تحير وش تخيرو وش من اللون تخيرو تلمو كامل شباب هاوليك الشكل تح النهائي يعني كما مداري نقول لكم هي شامبرة غير صغيرة رهيك يلقصت بينا مي بالصاح عندو ليس بس هنا حبيت كان عندي هاد المقطع حبيت نزيد نشارككم به تاخدوا فكرة أب بخير حاجات لكينين ولا الألوان شوفوا هذك يهبل هذك البلو قلت لكم للمهتمات نخلي لكم صفحة تاعو في صندوق الوصف ولا في تعليق متبتها قد يتضرب وطلع للقناة التحمر رايحين تشوفوا حاجات بزاف وليمودال بزاف بزاف هنا العشاة تاعي كان خفيف ضريف خياتي حاجات لي طلب ونوجد الطبلة ونحط كون لش باش يوجد هذك البلال يعني رايحا نطيب العشا حاجات تكل سخونة مشي حاجات تعلي طيبها قال راه وطاجين الطيب وتخلي هكذا يعلى جنب ووقت ما حبيتي تعود تسخني هذا يلزم تكون طب لوجد ينحط لدير نيار منوت وشران يريحا ندير خياتي عندي في هذك الكاسونا زوج كيسان تحلم شوية تحلم هنا عندي روز بسمتي كما تشوفو فيه انفور شللت بشوية المحطة يروح له كامل هذك نشا يعني هذا هو السبب ليخلي هذك الروز تعنا أفار للنوعية المليحة تعال روز خاصة تاني لكن بس ما تيراه رايح طيب ما شاء الله مي بصح لازم يتشلل بس في هذك الكمية عنشا درت وخليت على نار هذية حتى شوارمة وشوية فلفل عكري وشوية فلفل لكحل وشوية ملح وهنا هملك هذ الشلائح درتهم دي غاك تمو هكذا يفي الزيت يعني ما درتش هكذا يشغل مغين دول كما راك تشوف هذي زي بيس نخلط هم غير هكذا بيدي ونرمي لهم من فوق يعني راني درت كمية بسعب بيها تاعة توابل رايحة تطيلها دوق ما شاء الله هذك الرس داعي راه يتغلى ومنا شرائح داعي راني نقلي فيهم حتى ياخدوا لي هذك اللون دهابي اللي رايح للحمورية هن ما راني شرائح نكتفي بهذك اللون لي كون غير هكذا شغل شغل دهابي خطش وم بعد هنزيد دوله لك خمف خش مراه شرائح يطينا هذك اللون شباب هن كما را كون شوف عندي هذ الجوب الموزاريلا هذة يتعى باب ليلة لي خدموه طبيعي يعني من غير من غير هكذا مواد حافظة طبيعي 100% أني رايح نستعمله لهذ الطبق تاعي شوف هنا كيف شوية تعلمة في هذك في هذك الجهج تاعي اللي على هو يطيب بزد هذك الموزاريلا وخليت هكذا يتعسلت يعني يمد واحد الضوغ من أروع ما يكون علي هذي الحاجات تاع الفرامج ما يحبوش يطيبوش غل بوقت كبير هكذا من المستحس لا دي نياغ من نطيبوهم ون نوجدوهم باش نقدموهم هنا يسخون نفس الشي هذ الفلفل اللي كما قلت لكم دا النهار ملون مشوي وملون غاني حطيتو في هذ تشكيل تاع السلطة اللي هي درت خيار درت طماطيش ودرت هذك الفلفل ثاني فلفل مرقة حاجة بيننا نحبو مع الشربة هذك الفلفل اللي يجي طويل هاولي طبق تاعي شوفوك فاش يجي مع السل هذك الموزاري اللي كيفاش دابت عندها واحد الدوق خرافي من اروع ما يكون وتقعد هذك مع السل خاصة للبيتزا لهذ اللي غاتا اللي حبو هذك هذك الشغل التعسل من جهتان يار اني نوجد في هذا السيغول دايما تسق سيوني تقول لي نويل هذك الحليب اللي تدير باللون الوردي واشنو هذك حليب وعندي هذك سيرو سوا فراز ولا هذك تاع الرمان تاع الماركات عنونوخس هذك اللي ندير به للقرون دين تاعي كيف راك تشوف فيه والحليب فخاز كيف راك تشوف ولي نقدمو في الطاب لانا دايما هذك ما يختنش خاصة في شهر رمضان مبارك مبسح قلت واش عليه كل واحد بلك واش يحبي يأكل حاجة جديدة خاصة هذ البلاواء اللي حبي يأكل أنا كل مرات سيبوني ينطيب بزاف بزاف بلك انتبهت بس كل العائلة تاع يفضله بزاف سيب واخت قلت واش عليه ما كترش حاجة بزاف هدية اللي راهي هنا وما زالت كاينة ماكلة يعني أنا ما حبيتش نزيد هكذا يا حاجة بزاف قلت لي حب حاجة راه ورايح كما قولو لا حب هران يا رايح نسخن هاي لا ما حب هاش تقعد راه يدخل في خيجيد حتى الحلقة القديمة هدي التشكيل هدي كتاع الفلفل اللي قلت لكم راه شوية خضر وحمر وصفر فيها تتبيلة هيلة بالزيت من أروع ما يكون هنا حبيت نجاوب الأخوات على السغفيس اللي ساوني عليه يا نوال سغفيس على القلوب منين شريته وش حال شريته خيتي هدا قلت لكم لو كان انتبهتوا البارح في الفيديو لو البارح لو كان انتبهتوا بلي قلت لكم عندي سنوات من لي شريته يعني بعت شريته من صطيف ماشي اصلا منا باسكو ما دخلش لتزيل وكيدخل انا كان عندي عامين من لي شريته من صطيف من واحد لحانوت بعت شريته سيبوغسا يعني ماركوش رايحين تلقاوها على باليدو كاتيك باسكو السغفيس عنده بزاف من لي خرج هنا خياتي عندنا هاد الخبيزات تاع البيتزا القطنيين للي جو من أروع ما يكون الناس اللي تحب البيتزا وتحب المخبوزات وتحب الحاجة هذي القطنية وبنتها بناها معلكم غير على هاد الخبيزات اللي درتهم جو هيلين هيلين خياتي هاد الخبيزات شاركت بيهم في قناة كل العائلة قناة أتت استيقى راني شاركتهم الوصفة وخليتها في قناتهم ان شاء الله اني رايح نخلي لكم الرابط تاع هاد الوصفة الدخل وشوفوها بحول الله رايح تلقوها بالتفصيل يعني خطوة خطوة درتها شوفو كيفاش جوخياتي من أرواع ما يكون والله العادي مغرر من أرواع ما يكون ما تنسوا شوفوا الوصفة بالتفصيل لفطور تعنا درناه ولا معنات نغسلناهم قلت نجوز نديرها تحلي خفيفة ضريفة اللي رايح توجد في دقيقة اللي حبي يأكلها للصحور يأكلها ولا أحبي يأكلها هكذا في الصهر يأكلها المهمة رايح توجد في وقت قصير عندي هنا حليب شوكولة والبانان اللي يأتي من أرواع ما يكون يأتي هكذا بالدوق تاع كرام ديسر وعند حبيبات البانان عندي شوكولة أوبتلة هذي شوكولة سوداء بشترين هذك اللون شباب وعندي نص لتلات 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 لحليب عندي مغرفة تاع المايزينة وعندي زوج مغرفة الكاكاو وعندي مغرفة وحدة تاع السكر هذي المغرفة تاع السكر تقدروا تخلوها تقدروا تحطوها درت نص مغرفة الكاكاو هنا لم تلات الكاكاو البني الغامق لتلات البني الفاتح لتلات شوكولة أوبتلة لتلات الكحلة لتلات لتلات الكاكاو لتلات لتلات غامق نحكم المغرفة المايزينة ونزيدها مع الكاكاو ونفتح العلبة تاع الشوكولة ونفتت كامل الداخل يعني يرا يحطينا واحد الدوق من أروع ما يكون هاد الخالط كامل أنا رايح نحطه فوق النار ونخله يغلي حتى يعقد ميبصح ونخلطه فيه حاجة بينا ما نحبسوش التحرك بس كل ما يزينا رايحة تلسق وتتحرق وتتحرق من بعد ما رايحة تعطينا هادا القول بنين الميلونج تاعي ولا كرام ديسار تاعي ما رايح تشوفو فيها وليك راهو جد ملسق ما ولو هوليك القوام بتاعه كريمي هنا نشد الحبيبة تاعي تاع البانان ونجوز نقسمها كامل الداخل هاكدا باش كينجوز نميكسيها رايح يطين دوق خراف يتخيل شوكولة والريحة تحوز ذولها البانان يعني هما يتواتوا مع بعضهم يجوا من أروع ما يكون شوفوا خياتي هنا القوام يجينا هكدا شوية خفيف أنا راني حباته خفيف انتو ميلة حبيته شغل تاكلو كيمال الفلون تديرو هنا زوج مغارف تاع الميزين سينو لأكو حبينو القوام اللي درتو أنا دوق تشوفو كيفاش خرج رايحين نديرو مغارف وحدة تاع الميزين من جهة تانية عندي هنا الكريمة اللي راني رايحة نزيل بها حليب شوكولات تاعي هدي اختيارية يا إما تديروها يا إما تخلوه كيمال راهو هكدا حكمت باطة تاع يا أخت ودرت لها نص كاس تاع غبرت الشانتي طلعتهم كيمال راكو تشوفو هكدا في دقيقة طلعتهم هاولي كل القوام جاي متماسك يعني ما داج كمية كبيرة درت غرن شباح كامل هاد الكيسان تاعي وكما قلت لكم ولي ما حبتش هاد العملية سيبال بان ديرها ولي ما حبتش هاد الخطوة التانية تاع الكريمة تزيدها ما تزيدهاش ولي حب ما عندهاش يا أخت حب تخلط غبرت الشانتي بالحليب تقدر تانيت بالحليب ما بصح أنا نحب نخلطها باليا وخطر شراحي رايحة تطيني دوق مختلف وهاديك غبرت شانتي جبنين خير وخير شوفوا الشكل تاع وكيف يجو هاد الكيسان من تحت شوكولة علي قلت لكم سيبال بان ديروا هديك شوكولة باللون الغامق هاد رايحة تولي بزاف بزاف كحلا ما رايح رايحة تطين هاد شكل شباب من بعد جس وجه طاولة خفيفة ضريفة تاعي كما رايح تشوفوا طاولة تاع الصهرة هاد لي جي من التراويح رايح يصيب حاجة بردا يبل بها ريق وتحلي خفيفة وحبيبات تاع تشينا كما رايح تشوفوا قطعتهم هاد شلائح مع لصنانة وزينتهم في صحن هاد يصيبوها مقطع يكلوها مبسح لو كان قطع نخليها حبات على بالي بلي واحد ما رايح ينقيها واحد ما رايح يأكلها لس كامل تحب حاجة سهلة هاتي برك الحاجة كي تكون محطوطة سهلة رايحة تقول لواحد كوني شوفوا الشكل التاعوش حليجي يقول بنا تحامل أرواع ما يكون أبار ريحتها اللي هيلة زينتها من فوق كما را كنت شوفوا بحبيبات تعليف خاز أعطت لها شكل شباب منظر شباب تانيت جربوها خياتي هي تنشرب كما نقول سخونة وتحبوا تقدموها كتحلية بردة والقوام رايحين تتحكموا فيه كما سبقت قلت لكم إلا حبيتوا تكلوها شغول كما يا واختوا لفلون ولا القوام تحيكون شوية محكم زيدوا لها فقط مغير فتح الميزين رايحة القوام تحيكون كتف كتر وكتر هملك هذو الحبيبات الفاكية لقتلكم وهذه شربات بدوق الكريبوني وشربات بدوق الفارا والاران رايحة بإذن الله نشارككم خياتي الوصفة التحم جي من أرواع ما يكون جي بزاف بزاف بنينة وتنحية هذي كما قلو الغمة ولهذا العطش تعصيام ولو إنه لا كينا كان هذا هو الفيديو عنها اليوم وكان هذا هو الروتين والوصفات اللي اقترحتهم عليكم إن شاء الله يكونوا عجبوكم إن شاء الله نقولكم نضرب لكم موعد في فيديو جديد غدا بحول الله محتوى جديد وصفات جديد وفقرة جديد بإذن الله تكاتي مع لي غدا نقول لكم اشتركوا في القناة شكرا